اعتذر مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بطريقة غير مباشرة لتوجيهه الاتهام لمنافسته هيلاري كلينتون وللرئيس باراك أوباما بتأسيس ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية ترامب أشار إلى أن حديثه كان من باب السخرية فقط ولا يقصد الاتهام وقال ما أعنيه أنه سمح لداعش بالقيام بذلك إنهم في ثماني ولايات وهم الآن في أكثر من ثمانية وعشرين بلدا لذلك قلت إنه مؤسس داعش بالطبع أنا أتحدث بسخرية وبشكل صريح وبعد ذلك الجميع قال إنه لا ينبغي أن أقول هذا من جهة أخرى نشرت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون تصريحا بعائداتها المالية للعام 2015 كما وجهت كلينتون الانتقادات لمنافسها دونالد ترامب لرفضه الالتزام بهذا التقليد وتذرعت ترامب بالتطقيق الضريبي الذي يستهدفه منذ عدة سنوات واعتبر الإيداع الإجباري لوثيقة الشفافية المالية لدى اللجنة الانتخابية في أيار مايو الماضي كافية اشتركوا في القناة